اكتشاف أثري هائل قد يغير من تاريخ العاصمة البريطانية لندن فتحت هذه الأنقاض يمكث واحد من أكبر المواقع الأثرية العائدة للعصر الروماني والذي اكتشف أثناء بناء المقر الأوروبي الجديد لوكالة بلومبرغ بالرغم ما اكتشافنا للآثار إلا أن عملية استخراجها معقدة للغاية فعلينا تنظيف كل قطعة وتدوينها قبل استكمال عملية الاستخراج تقول مراسلة بي بي سي إن ما يجعل هذا الموقع مميزا هو هذا الطين الذي حافظ على الآثار ويقول علماء الآثار إنه في حالة بعد الموقع 20 مترا فقط عن الموقع الحالي لا تحللت هذه الآثار في هذا الموقع تم اكتشاف أكثر من 10 ألاف قطعة أثرية وهو الرقم الأكبر في اكتشاف واحد هناك أيضا بعض الآثار لطريقة لبس ومعيشة سكان لندن في تلك الفترة وجدنا العديد من الملابس والأحذية الحربية إضافة إلى بعض الكتابات كل ذلك سيساعدنا على تكوين صورة لسكان لندن في تلك الفترة بالرغم من عدم ترجمة هذه القطعة الأثرية إلا أنها ستكون هامة للغاية ستعرفنا هذه القطعة الكثير عنهم مثل طريقة تفكيرهم والرسائل التي كانوا يبعثون بها ومن المتوقع أن تعرض الآثار للزوار في مبنى وكالة أنباء بلومبرغ الجديد حال الانتهاء امتشيده كي يتمكن سكان لندن من معرفة حياة أسلافهم